اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصادات الكبرى الذي تم تأسيسه عام 2009 يهدف لدعم موضوعات تغير المناخ وحجد الزخم الدولي اللازم لها ويشارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي به للعام الثاني على التوالي كمتحدث رئيسي في ضوء تولي مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين للقمة العالمية للمناخ كوب تونتي سافن بشرم الشيخ واستنادا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني وقد ألقى السيد الرئيس الكلمة التالية في هذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أصحاب الفخامة رؤساء الدول والعكومات أتوجه في البداية بالشكر لفخامة الرئيس جو بايدن لدعواته لهذه القمة لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ التي يعكس جدول أعمالها عددا من العناصر التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ التي تم اعتمادها في قمة قاب 27 في مصر والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة وتسريع وطيرة خفض الانبعاثات الميثان وفي هذا الإطار أشدد على أهمية توفر وسائل التنفيذ لا سيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعاهداتها إذ أن نجاح المجتمع الدولي في مواجهة تغير المناخ مرهون إلى حد كبير بتوفير التمويل المناسب والكافي لدعم تنفيذ برامج ومشروعات خفض الانبعاثات والتكيف أخدم في الاعتبار تداعيات الوضع المالي الدولي على الدول الانمية فضلا عن التعامل الجاد مع قرية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والذي تشعر الرئاسة المصرية لكاب 27 بالفخر للخروج بقرار لأول مرة بشأنها وتأمل في إحراز التقدم المرجو فيه قبل القمة المقبلة بما يتضمن إقامة وتمويل صندوق خاص بالخسائر والأضرار وبما يؤدي لتعديد الثقة بين أطراف اتفاقية تغير المناخ السيدات وأسمادة اسمحوا لي أن أطلعكم على بعض جهودنا على المستوى الوطني والتي التتوافق والمجالات المطروحة في هذا المنتدى أولا بالنسبة للتوسع في الطاقة المتجددة فإن الحكومة بصدد الانتاء من الإجراءات المطلوبة لضمان توفير التمويل اللازم بما يسمح بتحقيق هدف مصر للوصول إلى 42% من مصادر انتاء الطاقة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ثانيا تسعى مصر لسرعة تنفيذ مذكرات التفاهم الخاصة بإنتاج الهيدروجين كي تتحول إلى مكة لإنتاغ الطاقة النظيفة وكذلك لخفض البصمة الكربونية لقطاع الصناعة كثيفة الاستهلاك الطاقة ثالثا نقوم بتنفيذ عدة مشروعات طموحة للنقل المتوافق مع البيئة حيث انتهينا من المرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف وجاء الانتهاء من مشروعات النقل المستدام في المدن الرئاسية فضلا عن التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية تشجيع التحول للمركبات الكهربائية رابعا تنفذ الحكومة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات والمباني الحكومية لخفض البصمة الكربونية لتلك القطاعات خامسا وافق مجلس النواب المصري في الشهر الجاري على انضمام مصر لتعديل كيجالي لبرتوكول مونتريال وتقوم الحكومة بوضع خطة للخفض التدريجي من مركبات الهيدروفلورين كربون سواء في الانتاج أو الاستهلاج سادسا انضمت مصر لتعاهد الميسان في قطاع البترول والغاد وقامت وزارة البترول باعداد قائمة بالمشروعات وخطة عمل لخفض انبعاسات الميسان يجري التشور حول تمويلها مع الشركاء السيدات والسادة بالنظر الى التحديات المناخية الماثلة امام المجتمع الدولي ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ وتطلع لان تكون قمتنا القادمة في دولة الامارات العربية الشقيقة قمة ناجحة بكل المقاييس بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا كما ورى في اتفاق باريس والعمل على تحقيق هدف الواحد ونصف درجة مأوية وبما يسهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب ويسمح بحجر الدعم المالي والتقني وتعزيز الابتكار لتحقيق الاهداف المرجوة في هذا الاطار تتطلع مصر الى الاندمام الى مبادرة الغابات والمناخ التي تم اطلاقها على هامش مؤتمر شرم الشيخ وكذلك لتحدي ادارة الكربون اللي المقرر اطلاقه في كاب 28 بالاضافة الى المشاركة في تطوير عمل مؤسلات التمويل الدولية بما يسهم في تحقيق الاهداف الثلاثة التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية وتسير النفاذ للتمويل وتبني ادوات تمويل ميسرة تتوافق وظروف الدول النامية وذلك مع الحفاظ على الهدف الاساسي لتلك المؤسسات المتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة كما تتفق مصر مع ضرورة تسريع وطيرة التحول الى حيارية الانبعاثات في عدد من القطاعات ومن منها قطاع النقل البحري وكذلك قطاع الطاقة سواء بالتوسع في الطاقة المتجددة او في الوقود عديم الانبعاثات مثل الهيدروجين ختاما واكد التزاب مصر باعتبارها رئيس الدورة الحالية لقمة تغير المناخ وبوصفها دولة فاعلة في موفدات تغير المناخ على الدفع قدما باجندة طموحة ومتوازنة تعتمد على تنفيذ التوصيات العلمية وتعزيز التنفيذ العادل والمناسب والسريع للتعهدات على أرض الواقع شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة